يطالب سكان قرية نيتا سدرة ببلدية زنة البيضة في ولاية باتنة يطالبون السلطات المحلية التدخل لأدراج مشاريع تنموية بالمنطقة من شأنها التكفل بانشغالتهم اليومية التي يصفونها بالمتدهورة وهذا على غرار التهيئة ووضعية الطريقة المهترئة بالإضافة أيضا إلى انتشار القمامة والتذبذب في مياه الشرب محمد أو مراسلنا سعيد حريقة رصد لنا تصريحات المواطنين نحن عندنا عدة نقائص هنا في القرية تعالثني السدرة نبدأ بأول حاجة هي كما كتوف العمال النظافة ما يجيوش تقريبا بشهر بشهرين ما نشوفهمش هكتوف كما كتوف قدامك عندنا شوية التهيئة العمرانية هنا لداخل كتوف الرواد ما كانش تهيئة خلاص الرواد كما نقولون نظافة ثانية ما كانش الطريق واحدة على الجيه هي كتومك الصراحة وعند كيلو مئتين الحاجة الثانية تركتها الدوار كولم بيس ما يمشيوش الحاجة الثالثة عندنا مشكل النظافة النظافة ويجيك مرة في سمالة أو 16 نيوم ولا بوبانا يدور كل بالقرية الحاجة الثالثة الماء القرية تشرب نهار بنهار ثانية كما قلت قاعدة العلاج ما عندناش طبة شكينا وهدرنا وهدرنا مكانش طبيب ما كانش خلاص الفرمري ساعة يجي بكري ساعة ما يجيش كينا قدهنا الحاجة اللي نقصها طريق تحت الدوار ما كانش طريق بيست في الحجرة تمشي علاج لك تتأكد رئيس بلدية زنة البيضة في أولئة باتنا من جاتي أكد أن هناك مشاريع ستنطلق قريبا لفائدة السكان بالنسبة لعمليات المقترحة على مجتوى تجمع ثانوي ثني سدراء نطلب من مدير النشاط الاجتماعي لإسراء في العملية باش ينكفلوا بهذه العملية الموجودة على مجتوى ثني سدراء ثلاثة كيلومتر بالنسبة للتهيار قمنا بإعداد بطاقة ونسعى بكل جدية باش يعطونا العملية هذه انتعى التهيار بالنسبة للماب رب ان شاء الله هرا هي إعداد هذا الفوراج الثاني هذا ونغطيه العملية بمئة بالمئة اما بالنسبة لقاعة العلاج اللي موجودة قمنا كبلدية بتهيئة السكن الموجود في قاعة العلاج وقمنا بترميم مهيئ على القاعة العلاج وطلبنا بالنسبة للتسيير قاطعنا احنا باش نسيروا هذا القاعة العلاج بالنسبة للتجهيزات الموجود ثم للتسكن مهيئ بالنسبة للموجود بالنسبة للتريسيتي موجود كل المرافق موجودة اشتركوا في القناة